بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد أهلا وسهلا وحياكم الله إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها كتاب العربية بين يديك الكتاب الثالث ونحن ولله الحمد في الوحدة التاسعة هذه الوحدة تتكلم عن المساوات الحق المساوات الحق من خلال هذه الصورة التي أمامكم تعلمون ما معنى كلمة مساوة بمعنى same يعني they are same or they are equal بمعنى كلهم سواسية لا فرق بين عربيين ولا أعجمين إلا بالتقوى كما ذكر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب سألكم الأيها الكرام بسم الله كما أخبرناكم لدينا هذه الوحدة ولدينا مجموعة من الدروس سنبدأ بالدرس السابع والخمسون الوحدة التاسعة الوحدة التاسعة الدرس السابع والخمسون استمع إلى النص المساوات الحق واحد قرر الإسلام مبدأ المساوات كما قرر مبدأ الحرية والإخاء في العالم وقد سبق في ذلك دعاة المبادئ في العصر الحديث اثنان ولم يكن تقرير هذه المبادئ تقريرا نظرية كما حدث في بعض الدول وفي هيئة الأمم المتحدة حيث وضعت المبادئ ولم ينفذ منها إلا القليل بحسب ما تريد الأمم القوية وإنما دع الإسلام إلى هذه المبادئ وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الصحابة وعمت المجتمع الإسلامي في أقطار الأرض ونذكر فيما يلي صورا عملية للمساوات طبقت وتطبق في الدولة الإسلامية ثلاثة ألف التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج وغيرها عامة يطالب بها كل مسلم بأن يؤديها بدون استثناء أحد منها أربعة با الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام تظهر فيها المساواة إذ يقف المسلمون صفوفا يتجاور فيها الصغير والكبير والغني والفقير والأبيض والأسود وكلهم يصلون لإله واحد وكذلك تظهر المساواة في ملابس الحج الموحدة وفي أداء مناسكه خمسة جيم تنفذ الحدود على من فعل ما يوجب حدا من المسلمين بلا استثناء بخلاف ما كانت عليه كثير من الأمم التي كانت قوانينها تنفذ على العامة فحسب وقد حدث أن سرقت امرأة من بني مخزوم واستشفع أهلها بأسامة بن زيد لحب الرسول صلى الله عليه وسلم إياه فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها غضب وقال له أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ظل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ستة دال يراعى تنفيذ القصاص بين الناس جميعا وإن اختلفت درجات المعتدي والمعتدى عليه من ذلك أن رجلا جاء يشكو إلى عمر بن الخطاب وهو مشغول فقال له أتتركون الخليفة حين يكون فارغا حتى إذا شغل بأمر المسلمين أتيتموه وضربه بالدرة أي العصى فرجع الرجل حزين فتذكر عمر أنه ظلم فدعا به وأعطاه الدرة وقال له اضربني كما ضربتك فأبى الرجل وقال تركت حقي لله ولك فقال عمر إما أن تتركه لله وحده وإما أن تأخذ حقك فقال له الرجل تركته لله ورجع عمر إلى منزله وصلى ركعتين ثم جلس يقول لنفسه يا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله وضالا فهداك الله وضعيفا فأعزك الله وجعلك خليفة فأتى رجل يستعين بك على دفع الظلم فظلمت ما تقول لربك غدا إذا أتيت وظل يحاسب نفسه حتى أشفق الناس عليه سبعة ومن هذا المثال ترى كيف أن المسلمين كانوا يطبقون المساواة وهل هناك أروع من أن يتألم عمر لشيء يسير فعله فيسترضي الرجل ويدأوه إلى القصاص منه ثم يؤنب نفسه هذا التأنيب خشية من الله تعالى ثمانية ها وهذا أبو بكر في قطبته عندما ولي الخلافة يقول أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم تحقيق المساواة بين الناس عند التقاضي على درجة واحدة لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ولا بين المسلم وغيره ونذكر لذلك مثالين عشرة أولهما جاء رجل إلى عمر يشكو علي رضي الله عنهما فقال عمر قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك فقام متألما وجلس مع خصمه وتكلما ثم حكم بينهما عمر وخرج الرجل فالتفت عمر إلى علي وقال له ما لك قد تغير وجهك حين أمرتك بالجلوس مع خصمك هل كرهت شيئا قال نعم فقد كنيتني بحضرة خصمي والتكنية ضرب من التكريم هلا قلت قم يا علي فاجلس مع خصمك فقبله عمر بين عينيه أحد عشر ثانيهما ما فعله عمر من القصاص من ولد عمر بن العاص وكان أبوه أمير مصر وبين المصري الذي اشتكاه ثم تأنيبه لعمر إذ اعتد ابنه معتمدا على سلطان أبيه بكلمته المشهورة يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذا هو الإسلام يدعو إلى المساواة والعدالة في المعاملة وهؤلاء هم المسلمون يطبقون مبادئه مخلصين فنعم بها أهل الأرض جميعا لا فرق بينهم وإن اختلفت ألوانهم وألسنتهم وأوطانهم الله أكبر كما سمعتم أيها الكرام وإن اختلفت ألوانهم وألسنتهم هنا يظهر المعدن الأصلي لديننا الإسلامي طيب أيها الكرام سنبدأ بإذن الله في هذا الجزء الذي يتكلم عن الاستيعاب وهو عبارة عن التدريب الأول ضع علامة صح أو خطأ ثم صحح الخطأ سنأخذ الجزء وليس الكل سنأخذ رقم واحد واثنان وثلاثة واربعة وخمسة أما الباقي سأتركه لكم واجب في المنزل طيب الإسلام أول من قرر مبدأ المساواة في العالم هل هذا الجواب ذكر بهذه الطريقة صحيح أم خاطئ ما رأيكم يا كرام أحسنتم نعم الإسلام أول من قرر مبدأ المساواة رقم اثنان نفذت هيئة الأمم المتحدة كل ما قررته من مبادئ هل هذا صحيح؟ ما رأيكم يا كرام الجواب خاطئ لم تنفذ كل ما قررته بل نفذت حسب ما تريد هذه الأمم التكاليف الشرعية خاصة يؤديها بعض المسلمين يعني مثل الصلاة والصياء فقط لبعض المسلمين والبعض الآخر لا ما رأيكم أحسنتم الجواب خاطئ هي لكل المسلمين بدون استثناء إلا من كان لديه بعض الأعذار الشرعية من صور المساواة في الإسلام تنفيذ الحدود على الجميع ما رأيكم يا كرام هل ذكرت بهذه الطريقة؟ نعم لا نفرق بين عربي ولا أعجمي ولا أسود ولا أبيض ولا غني ولا فقير كانت الأمم السابقة تنفذ الحدود على الشريف والضعيف ما رأيكم يا كرام؟ لا الجواب خاطئ كانت تنفذ على الضعيف فقط أما الشريف فلا أحسنتم أحسن الله إليكم كما أخبرناكم سأترك لكم الباقي كنشار في المنزل نكمل التدريب الثاني هنا يتكلم عن ماذا؟ يقول وائم بين العبارة الموجودة في ألف ما يناسبها في العبارة الموجودة في با طيب لدينا مجموعة من هذه العبارات كما ترونها أمامكم سنأخذ رقم واحد واثنان وثلاثة هذه وأما هذه ستبقى لكم واجب في المنزل أنتم تكملون علي بن أبي طالب والخصم مع ماذا؟ هل هي مع عمر بن الخطاب والدرة؟ هل تنفيذ القوانين المخزومية من صور المساواة؟ وغيرها من العبارات في ألف إذن كما نرى الجواب أمامنا عمر معها أبل عمر عليا بعد أن حكم بينه وبين خصمه أسامة بن زيد المخزومية التي سرق فأحسنتم هذه هي جيم عندما ولي أبي بكر أو أبو بكر الخلافة ماذا تم؟ أهان أحسنتم وليت عليكم ولست بخيركم كما ذكرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيب سأترك لكم الباقي كنشاط في المنزل كملونه أنتم وأبنائكم وأهلكم طيب التدريب الثالث هذا هو التدريب وائم بين الفكرة في ألف مع الفقرة في با الفقرة التي تتكلم عن القطعة التي قرأناها قبل قليل هذه القطعة فيها أكثر من فقرة فنحن نحتاج أن نوائم فيه يعني سنأخذ الجزء وليس الكل هذا سيقع لكم واجد في البيت يجب أداء التكاليف دون استثناء أين نجدها؟ في أي فقرة أحسنتم فقرة دال عمر يطلب أو يطلب أن يقتصى المسلمة من هذه نجدها في فقرة ها يجب أن تقام الحدود على الأغنياء والفقراء نجدها في فقرة ألف هذا كما ذكرنا لكم سابقا سيبقى عليكم واجب في المنزل طيب سنكمل أيها الكرام هنا التدريب الرابع ماذا يريد مننا في هذا التدريب؟ يريد مننا أن نجب باختصار عما يلي وسنأخذ الجزء وليس الكل هذا سيكون لكم واجب في المنزل بكم سنة سبق الإسلام الآخرين في المساواة؟ بكم؟ أن نقول بمئات السنين؟ بألاف السنين؟ إذن سبقه بسنوات عديدة بألف عام تقريبا أذكر أمثلة على التكاليف الشرعية أها الصيام والصلاة وغيرها الزكاة والحجها لنعتبرها من التكاليف الشرعية لماذا استشفع أهل المرأة المخزومية بأسامة بن زيد؟ لأنه يعني كما يسمونه أقرب شخص أو أحب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم هل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه سامة؟ لها لم يقبله وذكر لم يقبله وذكر ذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب سنكمل يا كرام المفردات والمساءة والتعبيرات هذه المفردات والتعبيرات التدريب الأول الكلمات التي تحتها خط جموع وردت في النص جموع بمعنى بلوران هذه نسميها جموع وردت في النص أعطينا المفرد المفرد كل منها في البارة أعطينا المفرد طيب ما رأيكم أن نأخذ الجزء وليس الكل وسأترك لكم الباقي هذا واجب في المنزل من واحد إلى أربعة كل فراغ من أوطان المسلمين طيب كلمة أوطان ما مفرد كلمة أوطان ما مفرد كلمة أوطان أحسنتم وطن مفرد كلمة أوطان وطن طيب أيضا أركان ما مفرد أو كلمة أركان ما مفرد كلمة أركان أحسنتم ركن ممتاز ركن أحسنتم يقف المسلمون في الصلاة صفوفاً صفاً بعد صف أحسنتم صفاً بعد صف لا يشفع المؤمن في فراغ من حدود الله أحسنتم في حد من حدود الله أحسنتم بارك الله بكم جميعاً سنكمل أيها الكرام كما ذكرنا لكم التدريب الذي يليه هذا التدريب يقول وإن بين الكلمات في القائمة ألف وما يناسبها في القلية في القائمة با وضع هذه العبارات في جمل مفيدة من عندك طبعاً لدينا مجموعة سنأخذ الجزء والباقي سيكون عليكم كنشاط أو كعمل في المنزل طيب لاحظوا أيها الكرام مبدأ ما رأيكم في كلمة مبدأ مع من تكون مبدأ أحسنتم مبدأ تأتي مع حرف الحال مبدأ المساواة على سبيل المثال مبدأ المساواة دعاء أحسنتم دعاة المبادئ هيئة أحسنتم هيئة مع هيئة الأمم المتحدة على سبيل المثال المجتمع المجتمع أحسنتم أحسنتم المجتمع الإسلامي أحسنتم دفع دفع ماذا ماذا أقول لاحظوا دفع الظلم عن الظالم وراء يعني وإبعاده أحسنتم طيب سأترك لكم كما ذا خباقي واجب في المنزل واجب في المنزل طيب طيب سنأتي الآن في التدريب الذي يليه وهذا التدريب يتكلم عن هات من النص كلمات مضادة ما معنى كلمة مضادة؟ opposite معنى كلمة مضادة؟ opposite في المعنى لما تحته خط طيب من واحد إلى خمسة والباقي نعتبره لكم ماجد في المنزل طيب في العصور القديمة نجد الإنسان أكثر محافظة على البيئة كلمة البيئة هنا ما عكس كلمة البيئة حديث الدول الكبرى عن المساواة ليست أو ليس عملياً مع عكس كلمة طليل من الدول هذه تمام طيب لقاؤنا غداً مع عكس كلمة غداً لا يفرق الإسلام بين العامة وغيرها طيب طيب القديمة أحسنتم جديدة ممتاز أو الحديثة عملياً نظرياً أحسنتم ممكن قليل كثير أحسنتم ممتاز غداً أمس أو البارعة سنتم أو اليوم أحسنتم لا يفرق الإسلام بين العامة الخاصة سنتم سنتم ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيكم جميعاً وأحسن الله إليكم طيب نكمل أيها الكرام التدريب الذي أمامنا وهو التدريب الرابع اقرأ الجمل التالية ثم أنسج على موالها سأخذ الفقرة الأولى وهذه سأتركها لكم كواجب في المنزل طيب لاحظوا الفقرة الأولى تنفذ الحدود أو تنفذ الحدود على الجميع بلا استثناء تنفذ على الجميع بلا استثناء طيب هنا نريد أن نطبقها بمثلها في هذه وكذلك في هذه الألف وباء أهى تنفذ القوانين على الجميع بلا استثناء تنفذ أو تعمل أو تقام جميع الغرف على الجميع بلا استثناء طيب أحسنتم إذن نرى الإجابات سوية تنفذ القوانين على الجميع بلا استثناء هنا أيضا تفتح مثل كلمة تنفذ جميع الغرف بلا استثناء ما شاء الله ما شاء الله أحسنتم أحسنتم أحسن الله إليكم طيب طيب نكمل أيها الكرام هنا قاعدة نحوية وهي تتكلم عن المفعول المفعول المطلق المفعول المطلق لاحظوا هذه أمثلة في ألف وبا وجيم ودال لاحظوا في أمثلة ألف على سبيل المثال الآية الكريمة وما بدلوا تبديلا هذا هو مفعول مطلق أيضا في فقرة با فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر مفعول مطلق أيضا في فقرة جيم وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة إذن هنا هذا هو مفعول مطلق فلا تأميلوا كل الميل إذن هنا مفعول مطلق طيب سيأتينا الآن أيها الكرام تمارين بشكل كبير نتدرب عليها ونتعرف عليها طيب ماذا يريد مننا في هذا التدريب الأول يقول استخرج المفعول المطلق وبين نوعه إذن لدينا هنا تبيين نوع المفعول المطلق تبيين نوع المفعول المطلق سنأخذ الجزء وليس الكل سنأخذ الآية الأولى الثانية الثالثة الرابعة والثامسة وسأترك لكم الباقي في المنزل طيب لاحظوا الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أين المفعول المطلق أحسنتم كلمة تسليما نوعه هنا هو مؤكد نوعه مؤكد المثال الثاني فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا المفعول المطلق أحسنتم أخذا نوعه هنا أحسنتم مبين للنوع مبينا أخذنا أخذا ماذا مبينا أو يعني مبينا للنوع ونفخ في الصور فجمعناهم جمع كلمة جمع أحسنتم نوعه إذن هنا مؤكد وقولوا قولا سديدا كلمة قولا نوعه هنا أحسنتم مبين للنوع مبين للنوع وتظنون بالله أظنون أظنون أحسنتم إذن هنا مؤكد مؤكد طيب كما ذكرنا لكم سابقا سأترك لكم هذه في المنزل تكملونها أنتم ومن تحبون طيب نكمل أيها الكرام هنا في هذا التدريب يريد من أن نضع خط تحت المفعول المطلق وسنأخذ الجزء هذا من 1 إلى 5 والباقي سأترك لكم إن شاء الله في المنزل إن هم طيب ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيد أين المفعول المطلق هنا أحسنتم ضلالا يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدح إذن كلمة كدح إعرابها أي الكرام يقول مفعول به مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة مثل المفعول به فاللهم إنه مفعول به مطلق إذا زلزلت الأرض زلزالها أحسنتم كلمة زلزالها كلمة زلزالها فاصبر صبرا جميلا صبرا أحسنتم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أربع أربع شهادات أحسنتم بارك الله ربيكم وكما ذكرنا الباقي سيكون لديكم إن شاء الله في المنزل طيب هنا أيها الكرام هذا التدريب الثالث املأ الفراغ وهنا التدريب الرابع استعمل الكلمات التالية املأ الفراغ بالمفعول المطلق المناسب بما بين القوسين وهذه مجموعة المفعيل أو خلنقول المفعول المطلق لو أخذنا واحد واثنان وثلاثة وسأترك لكم الجاقي كواجب في المنزل انتقم المظلوم من الظالم أقول منتقم انتقاما ناقما أحسنتم انتقاما ممتاز أكرم الرجل ضيفه فراغ عظيما كريما تكريب اكراما أحسنتم اكراما ممتاز تقدم الطالب في دراسته ملحوظا هل أقول تقدما مقدما قادما تقدما ملحوظا أحسنتم ما شاء الله تبارك الله طيب الباقي هنا سأترك لكم إن شاء الله حتى هذه واجف في المنزل تكملونها بإذن الله طيب هنا المساواة أيضا في هذا الجزء يتعلق في هذا التدريب يجعل الكلمات التالية مفعولا مطلقا مؤكدا مرة ومبينا للنوع مرة أخرى ومبينا للعدد ثالثا هذه الانواع إما مؤكدا أو مبينا للنوع هذه الانواع فأنت تعمل مثلها على هذه جلسة نهوم انتصاب ورجوع غيرها تضعها هنا يعني كعبارات وسأتركها لكم إن شاء الله كواجب في المنزل تكملونه إن شاء الله في المنزل الوحدة التاسعة الدرس الستون الوحدة التاسعة طيب هنا الله يزاكم بالخير سنتوقف بإذن الله في الجزء اللي يتعلق بالفهم المسموع سنتوقف إن شاء الله هذا بسبوع ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم من هذا الجزء الذي يتكلم عن فهم المسموع أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر